مرحبا إذن بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الإخوة الكرام على هذه المشاعر الطيبة وأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه فقط قبل الإجابة على السؤال أردت التوجيه إلى ضرورة الاهتمام بما ذكره الأخ الكريم المتصل الأول من اهتمام بالناشئة الربح الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هي الأسرة وأنا أشرت إشارة إلى أهمية الأسرة في شريعتنا الإسلامية إذا هاجر المهاجر إلى بلد آخر وجمع مالا حتى لو جمع مال قارون لكن إذا هو أضاع أهله أو أضاع أولاده وزوجته فأنا أعتقد أنه جاء بالربح وخسر رأس المال بمعنى رأس المال ضاع ولم يخسر رأس المال بمعنى الربح ما بقت عنده قيمة ولذلك الاهتمام بالناشئة أيها الإخوة أمر ضروري وهنا نجاوب الأخوين بزوج الذي الأخ الكريم الذي يسول على حكم الإقامة أعتقد هذا السؤال لا يمكن أن يطرح لأنه لما تكلموا على بلاد الكفر بلاد الكفر التي كانوا تكلموا عليها الفقهاء هي بلاد الحرب أي البلاد التي يكون بين المسلمين وبينها حرب معلنة فبالتأكيد مثلاً لما كانت مثلاً فرنسا تستعمر الجزائر والمغرب وكذا كان الفقهاء يفتون بحرمة بحرمة التجنس يحرم أنه يذير الجنسية ويحرم أن يقيم في فرنسا في ذلك الوقت لأن الحرب كانت قائمة لأن الإقامة مع العدو في تلك المرحلة معناه أنك تواليه ضد أمتك هذا عنش كانت حرام الجنسية وحرام الإقامة وحرام الجمع من الأمور أما اليوم فننقول الأخ الكريم الإقامة الآن مش فقط جائزة الإقامة الآن واجبة واجبة من أجل حماية الإسلام ومن أجل حفظ الإسلام ومن أجل تبليغ الإسلام وتبليغ الإسلام ليس بالضرورة فقط بالكلمة أو بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالدرس أو بالبرنامج الإذاعي أو التلفزيوني لا تبليغ الدعوة الإسلامية يكون بالأخلاق بالسلوك بالمعاملة بالمجرد الحديث الأخوي وأنتم تعرفون الآن أنا في أوروبا عموما وفي أمريكا نزورت بعض البلاد في أوروبا وخصوصا في أمريكا في الولايات المتحدة مجموعة من الولايات فوجدت أن الناس يقبلون على الإسلام بأشياء بسيطة جدا يفتقدونها في واقعهم وفي ثقافتهم أنا أذكر مرة للإخوة الكرام في أحد المساجد في مدينة لويزفيل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء شاب أصمر يعني إفريقي الأصل وفي حالة رثى وجاء يسأل قال أنا أريد أن أدخل الإسلام فسألته كنت مع مجموعة من الإخوة قلت له ما الذي دفعك ما الذي حبب إليك هذا الإسلام قال ذهبت إلى الكنيسة فرفضوني بدعوة أن الكنيسة كنيسة السود وحدها وكنيسة البيض وحدها وسمعت أنكم أنتم المسلمون تصلون في صف واحد وفي المسجد الواحد سودا وبيضا يعني كوحلوا بيضوا تصلوا بجمع واحد قلت له نعم هذا صحيح هذا ما عندنا نحن المسلمين قال لهذا أحببت الإسلام وأحببت أن أعتنق الإسلام وفعلا اغتسل ونطق الشهادتين واعتنق الإسلام وحسن إسلامه وسألت الإخوة عنه هناك بعد مدفق قالوا إنه الحمد لله من أحسن المسلمين تدينا وأخلاقا بمعنى أن الناس يحتاجون فقط إلى أخلاق وإلى سلوك لكن هذا يستدعي أن نكون قدوة كما قال الأخ الكريم المتصل الأول إذا كنا ما استطعناش أن نصلح الأسرة دينا والأولاد دينا والأزواج دينا داخل البيت كيف سنصلح الآخرين وكيف سنؤثر في الآخرين إذا كان الآخرون يرون فينا سببا للمشاكل ويرون في بعض أبناء المهاجرين من يشتغل في المخدرات أو من يشتغل في الجريمة أو من يشتغل في بعض الأشياء من هذا القبيل كيف سيشجعون على الدخول في الإسلام لكن عندما يرون فينا الإسلام متمثلا عندما يرون الإسلام فينا سلوكا وخلقا كنوا على يقين أن الناس آنئذين سيسألون عن الدافع الذي دفعنا وعن الموجه الذي يوجهون عندما يجدون فيك في مجالك أو في مقر عملك أنك صادق وأنك أمين كنوا على يقين أنهم سيسألون بعد ذلك وسيعتنقون الإسلام وستكون السبب في ذلك وإذلك أخيرا أدعو الإخوة الكرام إلى الاهتمام بهذا إلى نبذ الخلافات لأنني أعرف أن مشكلة جالياتنا في الخارج والمسلمين عموما مش هي الجالية المغربية هذا مشكلة المسلمين عموما لمسته في أمريكا وفي عدد من البلاد الأخرى أن المشكلة هو في الفرقة عندما نتفرق فإن قوتنا تضيع الله تعالي قلو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عندما نتنازع هذا كذا وهذا مسجد كذا نحن مسلمون المفروض أن يكون المسلمون جميعا يوصلون في المسجد نفسه لأنهم يعبدون ربا واحدا ويتوجهون لقبلة واحدة ومصحفهم واحد وهكذا فأول أو ما أوجه إليه الإخوة الكرام من قلبي صادقا أن يتوحدوا وأن يتركوا الخلافات والنزاعات جانبا وأن يوحدوا صفوفهم من أجل التعليم هذا الموضوع دي العلم هو الأساس أن تتجمعوا في المساجد وأن تجمعوا ولو في الويكند السبت والأحد فقط لو جمعتم الأطفال والكبار أيضا في المساجد وفي المراكز الإسلامية ليتعلموا شيئا من القرآن الكريم شيئا من اللغة العربية من أجل أن يرتبطوا بالقرآن مباشرة وبالسنة وبالثقافة الإسلامية وأن يعرفوا كيف يتواصلون مع أهلهم عندما يعودون بحول الله إلى وطنهم الأم أعتقد لو فعلنا هذا إن شاء الله سيكون النجاح كبيرا وما ذلك على الله بعزيز وباستطاعتكم بإذن الله أن تكونوا كذلك